السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مستر شايد سامير من قناة Easy Grammar هنتكلم النهاردة عن يونت فور الوحدة الرابعة واللي بعنوان معيدي يومي ودي الوحدة الأخيرة في منهج الترم الأول لمرحلة رياض الأطفال أو KG2 تمام؟ يلا بينا الكلمات الهامة الموجودة في الوحدة هو المفروض الطالب يركز عليها أول كلمة GET OUT يستيقظ HAVE BREAKFAST يعني يتناول طعم الطعم الافتار أجين GET OUT يستيقظ HAVE BREAKFAST يعني يتناول طعم الافتار يتناول طعم الافتار أجين يتناول طعم الافتار أجين HAVE LUNCH HAVE LUNCH PLAY WITH FRIENDS شوف بعد كده Go to bed Go to bed يذهب إلى السريط يذهب إلى النوم يعني Have dinner Have dinner يتناول طعام العشاء Have dinner طبعا شايفين الإي الخلفية وراء الإي القمر طولا Again Go to bed ينام أو يذهب إلى السرير Have dinner يتناول طعام العشاء Go to school يذهب إلى المدرسة Go to school يذهب إلى المدرسة وطبعا أنا أقول بصيغة مفهد وبيختلف طبعا لما يتحط معه في الضمير على حسب الضمير يذهب إلى المدرسة أو تذهب أو يذهبهم على حسب تمام الضمير يذهب إلى المدرسة You need for my day Listen and point استمع وأشر أو شر شاوريا Get up Get up Get up Have breakfast يتناول طعام الإفطار Have breakfast Go to school يذهب إلى المدرسة Have lunch يتناول طعام الغداء Play with friends يلعب مع الأصدقاء Have dinner يتناول طعام العشاء And the last thing Go to bed يذهب إلى المدرسة يذهب إلى السرير أو يذهب إلى النوم بعد كده Have dinner يتناول طعام العشاء بعد كده وآخر حاجة ثالث Go to bed يعني يذهب إلى السرير أو يذهب إلى النوم بعد كده Tuesday and night يعني اليوم والليل Listen and point and then join طبعا I get up in the morning يعني أنا أصطيك في الصباح طبعا هنوصل الصورة الأولية الصورة الأولية حتى هو مرقم نفس الرقم يوبا هنوصل I have lunch in the afternoon يعني أنا أتناول الأداء في الظهيرة I have lunch in the afternoon أو أنوصل صورة الصورة 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 الأولية المترقمين هنا تمام يوبا هو بيوصل الروتين اليومي أو الحاجة اللي هو بيفعلها بفترة من فترات اليوم وكي and the last picture الصورة الأخيرة I go to bed أنا أذهب لسريري أوكي at night at night في الليل فأذهب للسرير فموصل بيكتر نومبر ثري بيكتر نومبر ثري صورة القمر طالعوا جاء وليل وبالتالي بنذهب إلى سريرنا أو بنذهب إلى النوم في الليل أوكي كيف نشاهد بعد كده الفونافس اللي موجودة عندنا أو الصوتيات اللي موجودة عندنا في الوعددة في الوحدة حرف L طبعا حرف L لما بيجي في بداية الكلمة بيُنطأ L أمام بيجي في نهاية الكلمة بيُنطأ L طيب تعال نشاهده في بداية الكلمة وده اللي موجود علينا في الوحدة For example, نشوف كده بعض الامثلة Lick Lime Lime الأسد Lemon Lemon نشوف الحرف اللي بعد كده حرف القيوب يمتع قوى قوى For example Queen Queen يعني ملكة Queen Quite قوى قوى يعني ابقوا هادئا أو هدوب Learn sounds with PZB يعني تعلم الأصوات مع النحلة المجهولة Lick L Lick L Lion Lion L Lemon لمن مش لمن 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 طيب صوت الكو قوى Queen قوى 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 لمن لمن كوى قوى 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 ان هو صوت حرف الكيو. فالمفهود ان احنا نعمل سركلز ونعمل دواير حولهم. شوف بعد كده. يعني تتبع ونسخ. عايزين نكتب صوت حرف ال ال. فهيبقى من فوق لتحت. تمام بهذا الشكل. طب عايزين نكتب حرف الكيو. تمام. هنبدأ. هنعمل دايرة الاول بتاعته زي ما هو موضح في الصورة اللي قدامنا. هنبدأ من النقطة الصمراء اللي موجودة. تمام. ونبدأ نعمل الدايرة بتاعته لحد ما نبصل النقطة مرة تانية. وبعد كده المرحلة التانية ننزل بالإيه بالخط بتاع الكيو. تمام. وفي الختام اتمنى ان يتقبلوا اللهم ان هذا العمل اللهم يعلمون ان ينتفع به. كان معكم مستر سليد سامير من قناة إيزي كرامر. اتمنى ان الفيديو يعجبكو. اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كدير. وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يصلكم كل جديد. نشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ليجيتو لشرح الترم التاني إن شاء الله. باي باي.